بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة البطاطس اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بنتكلم عن بطاطس سبونطة العمر بتاعها 50 يوم من تاريخ الزراعة اللي هو كان تاريخ 20 يناير 2021 النهاردة بنتكلم في تاريخ 12 مارس 2021 يعني بالزبط 51 يوم بزرط تمام الوضع الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين كده هو تمام التخطوط بتاعنا كان على المتر ونص بس زارعين صاف المصطبة من فوق اللي انت شايفه ده هو تمام اللي انت شايفه ده هو صاف المصطبة ده عامل كان عامل 110 او 120 سنطي فوق زارع فيهم ثلاث خطوط تمام زارع فيهم ثلاث خطوط بحيس ان انا ابتديت مساكت البطاطس بدل مزرع حباية كاملة لا ابتديت اخرط البطاطس او اسمها نصين وابتديت ازود العدد السقان فيه او عدد الضرانات فيه المتر بحيس ان انا احصل على عدد سقان اكتر والتوزيع بتاعهم على المصطبة يكون افضل تمام بمعنى برضو ان انا زرعت المصطبة ديه عليها خرطومين اه زرعت بينهم الخرطوم دا عليه نباتات عليه ضرانات والخرطوم دا عليه ضرانات ابتديت ازرع في النص بين كل اربع ضرانات احط واحدة في النص يعني اه زودت تقريبا يعني حوالي التلت كده تمام او الربع تمام فيه اه عدد الضرانات وكمية التقاوي هي هي للفدان يعني انا ما زودتش في كمية التقاوي حاجة تمام طيب بالنسبة للزرع اللي قدام حضراتكم دا هوت ما فيهوش الحمد لله لنقص عناصر ولا فيه اي مشاكل خالص اه كل اللي حصل فيه النبات دا هو انا عموما مبدأ حياتي ما بحبش استخدم المغازيات والكلام اللي عملين بتكلموا فيه ليل نهار دا هوت وده المركب دا لو حطيته هي وصلك لزودك خمسين في المية وده زودك مية في المية الكلام دا كلام فاضي فيه حاجة اسمها مقررات سمادية وفيه حاجة اسمها سماد عضوي وسماد معدني كل منهما كل منهما يكمل الاخر تمام واذا النبات يعني حصل له انتكاسة ولا حاجة ممكن بقى انتدخل بالحاجات اللي بيقولوا عليها دهية تمام وفيه حاجات منها ممكن نقول كويسة وفيه حاجات منها حتى لا تستحق الكلمة اللي تقال في حقها تمام السبب النجاح اللي انت شايفه قدام حضرتك دا هو طبعا مساحة الحمد لله بساحة كبيرة جدا وعندنا على فكرة اللي هناك ديا البطاطس اللي هناك ديا دي بالقديمة دي بنحصد فيها وديا اللي هي الجديدة تمام او زي ما قلت لحضراتكم في منطقة العبدالي بدولة الكويت اللي انتو شايفينه ده هو يعني اول حاجة السماد العضوي للدواجن طبعا حطينا بمعدل 15 متر مكعب للفدان 15 متر مكعب للفدان بالنسبة للسوبر بنحط 150 كيلو جرام سوبر فوسفات مع 50 كيلو كابريت زراعي محبب مع 50 كيلو بوتاسيام محبب مفيش اكتر من كده في الخدمة وبنبدأ نعمل الخدمة بتاعتنا بنبدأ نعمل المساطب بتاعتنا وبنزرع وبعد الزراعة مباشرة وبعد الانبات اللي هو تم تقريبا على 25 يوم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة يعني ونتيجة ان النهار بتدى يطول فبتدى النموه يبقى كويس غير الشتاء فماشاء الله الوضع بجد يعني ممتاز جدا وبالنسبة للتسميد اللي دي انخدت كل فدان بالضبط خد 20 كيلو يوريا في البدايات بتاعتي خد لحد دلوقتي تسميتين التسميدة فيهم عبارة عن 10 كيلو للفدان عالي فوسفور اللي هو الماب المونوامونيوم فوسفيت اللي هو 12-61-0 خد كل فدان 30 كيلو 3 تسميدات في 10 خد تسميتين نطرات كالسيوم خد تسميتين نطرات كالسيوم الواحدة فيهم 10 كيلو خلال 50 يوم اعطينا في حدود 10 كيلو أو 15 كيلو بالضبط 20-20-20 لحد الان يبقى كل فدان لحد الان في الخمسين يوم الاولى دهيا انا حطيت له في حدود 30 كيلو ماب وحطيت له في حدود 15 كيلو لكل فدان 20-20-20 اخد مرتين نطرات كالسيوم المرة 10 كيلو لحتى الان تمام طبعا بنوزعهم انا طبعا فيه بالنسبة لعالي الفوسفور ببدأ احطه فيه الاول خلص عشان كلنا عارفين ان هو بزود لي في عدد الدرانات وان النبات بيحتاج 3 تربع من احتياجاته فيه الربع 3 تربع احتياجاته من الفوسفور فيه الربع الاول من حياته بعد خمسة وستين يوم او سبعين يوم انا بمنع ان انا احط الفوسفور اطلاقا بمنعه اطلاقا ويه بستبدل معاه بدل منه نطرات البوتاسيوم او سلفات البوتاسيوم او الـ 12-12-36 تمام بالنسبة للرش طبعا الحشري في الفترة اللي فاتت يتجوه كان برد فما بنرشش حشري خالص اطلاقا لانه ما عنديش انا حاجة ظهرة وبقول حاجة انا بعملها وانا ما عملتهاش لحد دلوقتي تمام اللي هو الرش الفطري انا ما رشتش فطري قالص اطلاقا ما رشتش فطري ولا هرش فطري للبطاطس ليه مش لحاجة الحاجة دي خاصة بي انا الفطري لازم يترش فيه البلاد اللي هي الرطبة اما انا منطقتي اساسا ما فيهاش وده الفرق بين المهندس الفاهم والمهندس الغير فاهم انا منطقتي ما فيهاش اي رطبة اطلاقا في الوقت الحالي تمام ما عنديش اي رطوبة تشجع اي فطر الجو عندنا في الكويت جاف ودولة معروف عنها ان الجو بتاعها جاف في الايام دهيا فما عنديش اي فطر اطلاقا لا في الطربة ولا اساسا الحمد لله عندي فطري في الجو فاذا انا لما ارش فطري يبقى انا برش حاجة بخسر ولكن الفطري يترش طبعا في البلاد الرطبة اللي عندك الرطوبة نسبة الرطوبة فوق السبعين في المية او التمانين في المية لا ده انت لازم ترش والرش بتاعك يكون علشان الندوات المبكرة والمتأخرة وبقرب لك من نباتة هوت عشان يعني لحد يقول يعني ان احنا ايه شايف ده اللي بنقول عليه بقى انا عندي اهو خرطوم اهو تمام اهو خرطوم اهو نباتة هو تمام وفي النص نبات اهو وعلى الجناب نبات اهو تمام شايف التوزيع اهو نبعد فوق شوي نبعد فوق شوي تمام تمام نبعد فوق شوي على خرطوم ده وده النباتة التانية هو وفي النص بينهم نباتة هو تمام ده اللي احنا عاملينه السناء تي تمام اه بنقول الرش لا ليكون من هنا ورايح انا ممكن ارش رشتين حشري علشان السوسة طبعا ان الجو عندنا ابتدى يحرر ولكن الفترة اللي فاتت ما رشناش خالص اطلاقا اه اي حشري تمام بالنسبة للفطري انا بقول برضو يا جماعة الجماعة اللي هم عندهم الجو بتاعهم رطب وفي امطار وفي بوادر ان يكون عندي مشاكل فيه مشاكل فيه الندوات سواء المبكرة او المداخرة لا ده لازم ترش فطري اسبوعيا على الاقل تبدأ تشتغل بيه الحاجات اللي هي الفطري اللي هو الوقائي اه بعد كده لو حصل عندك اصابة بتبدأ تشتغل بيه الفطري العلاجي تمام اه بنتمنى ان احنا يعني انا بس يعني بقى لي فترة ما عملتش فيديو فقلت نعمل فيديو اه يوسق يعني ان احنا لسه موجودين اه على الساحة شكرا اه موجودين طبعا على الساحة ساحة الفيديوهات او ساحة اليوتيوب شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة